وحمود صباح الله بخير وعيدك مبارك وحن بها المناسبة نهن بمناسبة عيد الفطر السعيد حضرت صاحب السمو أمير البلاد كما نهن أبناء وبنات الشعب الكويتي الوفي المخلص الذي أثبت على مر التاريخ إخلاصة وتمسكة بهذه الأرض رقم ما يطرحه بعض الحاقدين بدون أساس نحن لما نتكلم وكذلك أيضا مهن الأخوة المقيمين من دول مجلس التعاون والأخوة المقيمين الحرب على الأرض الكويت وكذلك الأخوة البدون الكويتيين نهنئهم ونتمنى أن كثير من القضايا يجب أن يتم الانتهاء منها جزء من مشاكلنا التي نعانيها والتي حاول البعض أن يطرحها كنوع من التخويف كنوع من قمع الحرية كنوع من عدم إعطاء المواطن الكويتي الحق في أن يتكلم ويقول رأيها في الآراء العامة التي تهم البلد لذلك أعتقد أن قبل الخارطة التشريعية يجب أن يكون هناك اتفاق بين النواب وبين رئيس الوزراء يقال له من حيث المبدأ هل عندك استعداد أن تتعامل معنا في هذه القضايا وتستطيع أن تقول أيضا أني أقدر حتى يكون للتفاهم مساحة واسعة